في فيديو النهاردة هعمل معاكو ألز وأسهل وصفة كوب كيك على الإطلاق كوب كيك الفانيليا بحشوة المربة أو كوب كيك النايتي زي ما بحب أسميه هنعمله بمكونات بسيطة جدا ومتوفرة عندنا كلنا في البيت كمان هنعمله بدون مضرب أو خلط يعني في أقل من خمس دقايق هيبقى معانا كوب كيك هش وطري وطعمه لا يقاوم أوعدكو بعد الفيديو ده مش هتعمله الكوب كيك غير بالطريقة دي يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمله ازاي مع بعض هنحتاج للوصفة دي بطين كوبار في درجة حرارة الغرفة أنا عارفة ان في ناس كتير بتستهون بالخطوة دي بس يصدقوني بتفرق جدا في نجاح الوصفة وهضيف عليهم 150 جرام سكر ويكونوا حوالي 3 تربع كوباية أنا هكتب لكم كل المأذير بالكوب وبالجرام تحت الفيديو في صندوق الوصف هنضيف كمان معلقة صغيرة من البانيليا وهنخلط بالمضرب اليدوي تقريبا لمدة دقيقة أو دقيقتين لحد ما نلاحظ ان السكر بدأ يدوب مع البيت ويبقى بالشكل ده بعد كده هضيف عليهم 80 ملي من الزيت تقريبا تلت كوباية تقدروا تستعمله زيت دورة أو زيت عبات شمس أو أي زيت نباتي بدون نكهة قوية وبنخلطهم مع بعض تقريبا لمدة دقيقة كمان بعد كده هنزل عليهم 180 ملي من الحليب الدافي الحليب بيكون دافي بس مش تاخن قوي يعني نقدر نتحمل حرارته بأيدينا علشان البيت ما يستويش والوصفة تبوز مننا بضيف عليهم كمان معلقة صغيرة من الخل وبخلطهم كويس تقريبا لمدة دقيقة كمان وبتلاحظوا مع الخلط ان فيه فقعات هوا بدأت تظهر على السطح وده من تفاعل الحليب مع الخل بعد كده هننخل على خليط السوائل ده المكونات الجفة هنحتاج 270 جروم دقيق تقريبا بيكونوا كوبايتين وربع وهنضيف كمان معلقة كبيرة من البيكينج بودر ورشة بسيطة خالص من الملح وبننخلهم على خليط السوائل علشان ندخل كمية هوا اكبر للخليط خصوصا اننا مستعملناش مضرب كهرباء او خلط بعد كده هنخلط كل الحاجات دي مع بعض لحد دقيق ما يختفي تماما وما نزودش في الخلط في المرحلة دي علشان الكوبكيك يفضل طريق وما ينشافش مننا بعد التسوية بنتأكد بس اننا خلطنا كل حاجة كويس وما فيش اي دقيق لسه في القاع او على الجوانب بنجهز الصينية بورق الكوبكيك يفضل كمان نعمل الخطوة دي قبل ما نبدأ في تحضير الوصفة وبنوزع خليط الكوبكيك في الاوالب بحب استعمل سكوب الايس كريم علشان نتأكد ان الكميات كلها متساوية وقطع الكوبكيك تطلع كلها قد بعض بس عموما المقادير دي بتعمل معايا 12 قطعة كوبكيك من الحجم الستاندرد بعد كده هحط في كل الاوالب تقريبا معلقة صغيرة من المربة حطيت المربة هنا في كيس حلواني علشان توزعها يكون اسهل بس كمان تقدروا تعملوا الخطوة دي بمعلقة صغيرة هي كده كده المربة هتنزل تحته هتبقى تقريبا في نص الكوبكيك بعد السوا هدخله فرن ساخن مسبقا بدرجة حرارة 180 على الرف الاوسط هيحتاج معايا تقريبا من 25 ل30 دقيقة ده بيكون شكل الكوبكيك بعد ما يخرج من الفرن وزي ما قلتلكو المربة بتنزل تحته مش بتبان من فوق خالص التسوية بتاعته ممتازة الكوبكيك مرتفع واخد لون ده بجميل كمان كل قطع الكوبكيك تقريبا بنفس الحجم تقدروا تقدموه زي ما هو كده بس انا بحب ازاود شوية مربة كمان من فوق بالطريقة دي بتخلي شكله حلو خصوصا كمان لو كنت بتحبه المربة زيه ومش هتكتفوا بكمية المربة لجوه الكوبكيك بصوا قد ايه شكله جميل كمان لو عندكم مناسبة او عيد ميلاد وحبين تزينوه اكتر تقدروا تعملوا عليه خطوط كده زي ازدجزاج بجليز السكر وده طريقته بسيطة جدا بنحتاج نسو كباية من السكر البدرة وهمضيف عليهم معلقة كبيرة من الحليب البارد وبنقلبهم كويس مع بعض لحد قوامه ما يتقلو يبقى بالشكل ده بحط الخليط ده في كيس حلواني وبزين الكوبكيك بالطريقة دي بدون مبلغة يا جماعة دي واحدة من الاز واسهل وصفات الكوبكيك اللي ممكن تجربوها طعمها اكتر من رائع كمان قوام الكوبكيك هشو طريق مع حشوة المربة بتخلي طعم حلو قوي بالضبط كأنكم بتاكلوا كيك النايتي بتاع زماني طبعا تقدروا تعملوها بأي نوع مربة كمان تقدروا تعملوها بالنوتيلة هتبقى حلوة جدا والاهم من كل ده انها وصفة سريعة واقتصادية اتمنى تجربو الكوبكيك بالطريقة دي وما تنسوش ترجعوا مرة تانية وتقولولي رأيكو في الكومنس كمان لو اول مرة تشوفوا قناتي تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس علشان توصلكوا كل الوصفات الجديدة اشوفكو على خير في فيديو جهة ان شاء الله باي باي ترجمة نانسي قنقر